ترأس رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني اليوم عبر تقنية الاتصال المريشة للقيمة الرابعة العادية لمبادرة السوري الأخضر الكبير وشاركت في هذه القيمة دول الإذنة عشرة الأعضاء في هذه المبادرة بالإضافة إلى فرنسا ضيفا على القمة وشهدت فعالية القمة تسليم موريتانيا رئاسة المبادرة إلى جمهورية نيجيريا وقد شارك إلى جانب رئيس الجمهورية في هذه القيمة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد أداما بوكر سوكو ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة ماريان بكاي والأمينة التنفيذية لمبادرة السوري الأخضر الكبير سيد عبداللجا وقد وجه رئيس الجمهورية خطابا إلى المشاركين في القيمة من رؤساء الدول والحكومات شكرهم في مستهله على مشاركتهم في هذه القمة وعلى الجهود التي ما فتئوا يبذلونها من أجل إنجاز السوري الأخضر الكبير وأكد رئيس الجمهورية أن هذه المبادرة التي أنشأها مع نظرائه تهدف إلى دعم تنمية مندمجة شاملة ومستدامة في الأقاليم الريفية وتشكل استجابة طموحة وملائمة بالشكل المطلوب لمواجهة تحديات المناخية والبيئية وسيسيو اقتصادية التي تواجهها بلدان المنطقة وأضاف أن إعادة انتعاش التسير المستدام للأنظمة البيئية الأرضية تساهم بفعالية في المحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة تغيرات المناخية وتخفيض نسبة الفقر ولنا عودة مشاهدنا الكرام إلى موضوع قمة السوري الأخضر الكبير التي ترأسها رئيس الجمهورية في نشرتنا القادمة بحول الله ترجمة نانسي قنقر